بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح النبوات من سفر الخروج لموسى النبي بركته علينا آمين وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا إن هذا الشهر رأس الشهور فاجعلوه أول شهور السنة كلم كل جماعة بني إسرائيل وقول لهم إن في اليوم العاشر من الشهر فليأخذ كل واحد له خروفا بحسب بيوت آبائهم خروفا لكل بيت وإن كان أهل البيت قليلين لا يكفونا لخروف فليأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على قدر ما يكفيه من الخروف وليكن لكم خروفا ذكرا صحيحا حولي أي ابن سنة تأخذونه من الحملان أو من الجداء ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من الشهر وليذبحه كل جمهور جماعة بني إسرائيل وقت المساء ويأخذون من دمه ويضعون على القائمتين والعتبتين في البيوت التي يأكلونه فيها ويأكلون اللحم في هذه الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكله نيئة أو مضبوخا بالماء بل مشويا بالنار مع رأسه وأكارعه وما في جوفه لا تبقوا منه شيئا للصباح وعظمة منه لا تكسروا والباقي منه إلى الغد تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه وأحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بسرعة لأنه فصح للرب وسأجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الإنسان إلى البهيمة وسأصنع انتقاما بكل آلهة المصريين أنا الرب ويكون الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأستر عليكم ولا يكون فيكم ضربة للهلاك حينما أضرب كل أبكار أرض مصر ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية مجدا للثالوث القدوس من سفر اللاويين لموسى النبي بركته علينا آمين في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر وقت المساء فصح للرب وفي الخامس عشر من الشهر عينه عيد الفطير للرب سبعة أيام تأكلون فطيرا واليوم الأول يدعى لكم مقدسة عملا ما من الشغل لا تعملوا سبعة أيام تقربون محرقاتكم لترفع للرب واليوم السابع واليوم السابع يدعى لكم مقدسة عملا ما من الشغل لا تعملوا لأنه مقدس للرب ومكرم وكلم الرب موسى قائلا له كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا ما دخلتم الأرض التي أعطيكم إياها تحصدون حصيدها وتأتون من باكورة حصيدكم للكاهن ويرفع الكاهن الحزمة أمام الرب لتقبل منكم وتحضرونها للكاهن في غد اليوم الأول فيرفعها الكاهن وتقدمون في اليوم الذي تحضرون فيه الحزمة خروفا لا عيب فيه حولي محرقة للرب مجدا للثالوث القدوس عظة لأبينا القديس الأنباء فنسيسا الرسولي بركته المقدسة تكون معنا آمين مكتوب في الكتب ها 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 كذا إن نفوسنا إذا كانت مرتبطة بناموس الله فلن تقوى علينا قوات الظلمة وإذا ابتعدنا عن الله فهي تتسلط علينا فأنت أيها الإنسان الذي تريد أن تخلص علم ذاتك أن تسبح في لجتي غناه وحكمة الله أبسط يديك على مثال الصليب لتعبر البحر العظيم الذي هو هذا الدهر وتمضي إلى الله فأما الشكوك المانعة من السباحة فهي للذين يسلكون خارجا عن أوامر الكنيسة الجامعة أعني عدم الإيمان الزنا النميمة محبة الفضة التي هي أصل لكل الشرور أما علامة الصليب فهي مبسوطة على كل الخليق إيقى الشمس إذا لم تبسط شعاعها لا تستطيع أن تضي والقمر إذا لم يبسط قرنايه لا ينير وكذلك طيور السماء أيضا إذا لم تبسط أجنحتها لا تستطيع الطيران والسفن أيضا إن لم تفرش قلوعها لا يمكنها أن تقلع هو ذا موسى رئيس الأنبياء لما بسط يديه قهر عماليق ودانيال نجم جب الأسود ويونان من بطن الحوت وتكلات عندما ألقوها للسباع تخلصات بمثال الصاليب وسوسنة من يد الشيخين ويهودت من يد ألو فرنيس والثلاثة فتية القديسون من أتون النار المتقدان هؤلاء كلهم خلصوا بمثال الصاليب وقيل أيضا ليكن مستقرك في موضع واحد الذي هو الكنيسة لتتغذى بكلام الكتب ومن الخبز السماء ومن دم المسيح وتتعزك كل حين من كلام الكه أوتوب فلنختم عظة أبينا القديس الأنباء أثنسيسا الرسولي الذي أنار عقولنا وعيونا قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين البولوس فصل من رسالة معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة غلاطية بركته علينا آمين أنتم الذين قد سبق فرسم أمام أعينكم يسوع المسيح مصلوبا أشاء أن أعرف منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بسماع الإيمان أهكذا أنتم أغبياء قد ابتدأتم بالروح وتكملون الآن بالجسد قد احتملتم تعبا كثيرا عبثا إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بسماع الإيمان كما آمن إبراهيم بالله فحسبا له بره نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الإنجيل مزمور لذي لذا آ bilgi آمين آود بَسَطُتُ يَا دَيَّا إليك فاستاجب لي فاستاجب لي اشتركوا في القناة يا ربو يا ربو عاجل اشتركوا في القناة أبو عجل ساقاد فنيا 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 ساقاد ساقاد فنيا ساقاد ساقاد أعو روحي أعو روحي ولا قد فديتني أعو روحي 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 واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركتهоки علينا أمين وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققات والقبور تفتحا وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين وأما قائد المئة والذين كانوا معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما حدث خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرنا من بعيد وهن اللواتي كن قد تبعنا يسوع من الجليل ويخدمنا وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوبا وأم يوسي وأم ابني زبادي والمجد لله دائما فصل من بشاه آرتي معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل ولما رأى قائد المئة القائم مقابلة أنه قد أسلم الروح قال حقا إن هذا الإنسان أن كان ابن الله وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية هو مريم أم يعقوب الصغير وأم يوسي وسالوما اللواتي كنا يتبعنه ويخدمنه حين كان في الجليل وأخر كثيرات اللواتي صعدنا معه إلى أورو شاليم والمجد لله دائما فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين ولما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا بالحقيقة وكل الجموع الذين أتوا لهذا المنظر لما عاينوا ما حدث رجعوا وهم يقرعون صدورهم وكان جميع معارفه وقوفا من بعيد مع نساء أخر كنا قد تبعنه من الجليل ينظرون ذلك والمجد لله دائما فصل من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين فأما اليهود إذ كان يوم الجمعة ولكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما سألوا بلا تساء أن تكسر سيقانهم ويرفعوا فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول وكسروا ساقي الآخر الذين صلبا معا وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقايه لأنهم رأوه قد ما آت لكن واحدا من العسكر ضعنا جنبه بحربته وللوقت خرجا ماء وداه آم والذي عاينا شهد وشهادته حاق وهو يعلم أيضا أنه قال الحاق لتؤمنوا أنتم أيضا لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر من وأيضا الكتاب القائل سينظرون إلى ما انطاعانوه والمجد لله دائما الطرح يا إسرائيل المسكين المسبي الذي آثامه غطت الجو انظر قائد المئة الإنسان الغريب الجنس كيف اعترف بالمصنوب وليس هو فقط بل والذين معه صرخوا جميعا قائلين إن هذا هو ابن الله وهكذا اللص الذي صلب معه عرف قوته وطلب رحمته لما نظر حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل وصار اثنين ورأى الشمس قد أخفت شعاعها وأظلمت هكذا في وسط النهار والقمر أيضا سطر وجهه وصار دما من أجل خالقه وقوات السماوات وكثرة النجوم سقطت من السماء في ذلك اليوم والأرض تزلزلت والصفور تشققت والقبور تفتحت والأموات قامت ودخلوا إلى المدينة ظاهرية وعرفهم كثيرون من الناس فلما نظر أولئك عرفوا قوة المصنوب على الصليب أما إسرائيل فانطمست عيناه فلم ينظر ولم يفهم ومن أجل أنه في يوم السبت لا يجب أن تبق الأجساد على الخشب سأل الوالي أن يكسروا ركبهم لكي يموتوا فكسروا ركبا للصين وأما المخلص فوجدوه قد مات فأسرع واحد من الجند وطعنه بحربة في جنبه الأيمن فجرى منه ماء ودم في مرة واحدة أمام الجمع والشاهد الصادق تأمل هذا وشهادته حق هي وهو أيضا يعلم أنه قال الحق من أجل هذا كتبا كما نظر وكمل عليه قول الناموس أنه لم يكسر له عظم وأيضا قال سينظرون إلي من طعنوه فهو يدينهم أمام أعينهم ومضى قائد المئة إلى بيته متحيرا ممجدا الله من أجل ما كان يبهت العقول ولم يفهمه إسرائيل ترجمة نانسي قنقر